اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع معالي وزير الدفاع البريطاني جافين ويلسام وليامسون وذلك في القاعدة الجوية نورث هولت وفور وصول السمو للعهد حلقت في سماء القاعدة طائرات الطايفون ترحيبا بسموه ثم عزف السلامان الوطنيان واستعرض حرس الشرف بعد ذلك عقد الاجتماع حيث تم خلال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 20-30 إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم والجهود المبذولة بشانها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وقد أبدأ الجانبان ارتياحهما حول القضايا والملفات التي تمت مناقشتها وحول آليات التنسيق المشارك بشانها بعد ذلك وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رسمجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الدفاع البريطاني على مذكرتين وترتيبات خاصة بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق أوجه التعاون والشراكة من خلال نقل وتوطين التقنية والشراكة الصناعية والتدريب والبحث والتطوير والاستشارات الفنية وفق رؤية المملكة 20-30 كما تم التوقيع بعد ذلك على مذكرات تفاهم وترتيبات تتعلق بتعزيز التعاون العسكري في عدد من المجالات عقب ذلك تفقد سمو للعهد عددا من منتجات شركة بي اي اي سيستيمز البريطانية بمساهمة الشركات السعودية العاملة في المجال العسكري من خلال اياد سعودية متدربة واطلع سمو على خطط الشركة المستقبلية لمزيد من نقل وتوطين التقنية وتدريب وتوظيف المواطنين السعودين حضر الاجتماع الوفد السعر العسكري المرافق لسمو ولي العدد وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع البريطاني